إدانة بأقسى العبرات حملها بيان للمجلس الرئاسي تجاه القصف الجوي الذي نفذته طائرة عسكرية تابعة لقوات حفتر على طائرة مدنية تابعة للخطوط الليبية تنقل جرحى للعلاج في طرابلس الرئاسي أمر بعرض حادثة القصف التي وصفها بالعمل الإرهابي على مجلس الأمن بعد أن عدها جريمة ضد الإنسانية محذراً من أن هذا التصعيد محاولة لجر البلاد إلى مواجهة دمية جديدة تمد من عمر الأزمة أمر قوة الرعد لمكفحة الإرهاب والجريمة بأبار كوسيل المزوغ قال للأحرار إن طائرة تابعة للكرامة أطلقت قذائف تحذيرية بعد هبوط طائرة المدنية في حق الفيل دون تعرضها لأي أضرار مؤكداً وصول آمر المنطقة العسكرية سبها علي كنا إلى حقل الشرارة بعد ذلك القصف الذي نفذته قوات الكرامة سبقه تحذير لها قبل يومين حضرت من خلاله الهبوط والإقلاع من مطارات المنطقة الجنوبية ومهابطها إلا بعد موفقة غرفة عمليات القوات الجوية التابعة لها لهجة شديدة وجديدة يحملها بيان رئاسي تطرح تساؤلات عدة عن مستقبل علاقة السراج بحفتر بعد تصعيد قوات الكرامة في الجنوب وتحركات الرئاسي في مقابل ذلك فهل سيسقط الجنوب ورقة توتي عن علاقة الرجلين بعد أن حاولت اتفاقات باريس وروما وأبوظبي أن تقرب ما ابتعد من رؤى ومن قطع من وصال بين الرجلين ترجمة نانسي قنقر